السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ياولاد هنراجع مع بعض على أول درس عندي في الوحدة الأولى الدرس بتاعي قلنا اسمه طيور لا تطير طيور لا تطير طبعا هنعرف ان الدرس ده بيتكلم او بيتناول انواع الطيور التي لا تطير وهنعرف التيور ربنا خلقها بتتشابه في ايه او بتشترك في ايه وايضا بتختلف في ايه طبعا عندي في بداية الدرس بيقول لي ان كل الطيور بتشترك او بتتشابه ان كلها لها اجنحة وايه وريش وبتختلف في قدرتها على الطيران يعني مش كلها ياولاد بتقدر ايه بتقدر انها تطير طيب بيقول لي كل الطيور لها اجنحة وريش هنا يجيلي سؤال مهم جدا هيقول لي فيما تتشابه الطيور وفيما تختلف يبقى هنقول له تتشابه في ان لها اجنحة وريشا يبقى كل الطيور يا ولادة عندها ايه اجنحة وريشا طيب وفيما تختلف هنقوله تختلف في قدرتها على الطيران مش كلها ليها طاقة على الطيران مش كلها بتقدر انها ايه تطير خلال قلنا فهناك طيور تطير في الفضاء تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك فوق الاشجار وعلى الشواطئ وبعضها يقف على كمام الجبال العالية برضو البعض بيقف على ايه عالي الجبال وهناك طيور لا تطير ربنا يا ولادة سبحانه وتعالى قلنا خلق انوال طيور نوعين قلنا نوع بيطير او بيستطيع الطيران ونوع لا يقدر على الطيران او لا يستطيع الطيران يبدأ اول سؤال مهم ممكن يجينا هيقولي بتتشابه في ايه وبتختلف في ايه خلاص طيب بيقولي وهناك طيور لا تطير لماذا السؤال ده برضو مهم هيجي لك سؤال يقولك لماذا لا تطير بعض الطيور هنقوله لان اجنحتها لا تساعدها على الايه على الطيران طيب عندي زي ايه بقى ايه امثلة الطيور التي لا تطير برضو ده سؤال مهم ممكن يجينا هنقوله زي النعام وطائر البطريق والديك الرومي واتيني والطاوس خلاص يبقى اربع اربع انواع للطيور التي لا تستطيع الطيران قلنا زي ايه قلنا زي النعام وطائر البطريق والديك الرومي والطاوس طيب بيقولي بهاد كده قرأت تلاميذ هذه المعلومات وهم يتصفحون موسوع علمية في المكتبة خلاص قلنا يا ولاد الموسوع علمية دي زي كتاب ضخم بيضم جميع المعلومات او معلومات كتيرة جدا خلاص قلنا بيبقى زي فيه زي فهرس كده وفيه معلومات كتيرة فبقدر ان انا اطلع منه الايه المعلومات قلنا ايه لي لفت انظار التلاميذ يعني لفت اهتمامهم او انتباههم هنقول طائر النعيم هنا يجيلي سؤال يقولي ما الذي لفت انظار التلاميذ هنقوله طائر الايه النعيم طيب طائر النعيم يا ولاد قلنا بيتميز بانه الطائر ضخم يعني ايه ضخم يعني كبير الحجم وقلنا عكسها ضئيل طيب هيجيلك سؤال هنا يقولك بما يتميز طائر النعيم هتقوله يتميز بانه طائر ضخم له جناحان لا يستخدمان في الطيران عنده جناحان بس بيستخدمهم في ايه في الطيران قلنا لماذا لان الجناح بتاعي يا ولادي لا يساعده على الطيران طيب ربنا بقى وهبوا ايه وهبه رجلان طويلتان قويتان عنده رجلين يولات طوال وقوية بتمنحانه قدرة عجيبة على الجري يعني ايه بتمنحانه هو انه يعني تعطيانه بيدوله قدرة عجيبة يعني مذهشة على見ời خلاص يبقى طائر النعام هو طائر ضخم له جناحان لا يستخدمان في الطيران بس ربنا وهبه رجلان طويلتان قويتان بتعطيانه او بتمنحانه قدرة عجيبة على الجري طيب هنا برضو ممكن يجي لك سؤال يقول لك لماذا لطائر النعام قدر عجيب على الجري هتقول له لان له رجلين طويلتين قويتين تمنحانه قدر عجيب على الجري خلاص طيب ممكن يجي لسؤال تاني يقول لي لماذا لا يستطيع طائر النعام الطيران هنقول له لانه طائر ضخم حجمه كبير جناحه مش مساعده على الطيران واجناحته لا تساعده على الطيران طيب خلصنا كده النعام نجي بقى للطائر البطريق طائر البطريق ايضا لا يطير هو كمان مش ايه لكنه ماهر يعني ماهر يعني بارع ومجيد مجيد في السباحة وصيد السمك بيحب ان هو ايه او كويس جدا في الايه في السباحة وصيد السمك قلنا السباحة يا ولادها العوم خلاص بيعرف يعم كويس جدا بيصطاد السمك وله قدمان قصيرتان وجناحان صغيران خلاص طيب يبقى هو ربنا برضو شال منه قدرة على الطيران بس اداله حاجة مجيد فيها او حاجة بارع فيها حاجة كويس فيها قلنا هي ايه مهارة في السباحة ومهارة في صيد الايه السمك طيب نجي بقى لديك الرومي قلنا لا يطير ويعيش في بيوت الفلاحين هنا يجي لي سؤال يقول لي اين يعيش الديك الرومي هنقول له يعيش في بيوت الفلاحين طيب قلنا بيعيش يا ولاد بيزهو بايه بيزهو بريشه اللامع الملون يعني ايه يزهو انه يعني يفتخر بيتباهى بريشه اللامع الملون او انه يعني اللامع يعني الصاطع خلاص الملون وزيلهو الذي يجبه المروحة يبقى هو بيتباهى بايه او بيزهو بايه بريشه اللامع الملون وزيلهو الذي يجبه المروحة عنده زيل يجبه ايه المروحة طيب نجي بقى للطاوس قلنا الطاوس هو طائر وهبهو زيلة جميل هنا يجي لي سؤال يقول لي ماذا تعرف عن الطووس هتقول له هو طائر وهبه الله زيلا ايه جميلا يعني ايه وهبه وقلنا يعني اعطاه ربنا سبحانه وتعالى مديله زيلا جميلا او وهبه زيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة قلنا عجيبة يعني جريبة ومدهشة فتبارك الله احسن خالقين قلنا تبارك يا ولاد يعني تنزى وتقدس طيب هنا ممكن يجينا سؤال يقول لنا ماذا تقول عندما ترى جمال بعض الطيور هتقول ايه لو شفت جمال بعض الطيور هتقول تبارك الله احسن الخالقين قلنا يعني ايه تبارك يعني تنزى وتقدس طيب احنا بنتعلم ايه يا ولاد من الدرس ده بنتعلم الايمان بقدرة الله سبحانه وتعالى بنتعلم ايضا التمييز بين انواع الطيور مختلفة نعرف ان احنا نميز بين انواع الطيور المختلفة بنتعلم ايضا المحافظة على البيئة وما فيها من مخلقات تدل على قدرة الله يبقى انا يا ولاد لازم اكون عندي ايمان بقدرة الله سبحانه وتعالى ان هو ربنا سبحانه وتعالى قلنا قادر على كل شيء لازم اعرف اميز بين انواع الطيور ان الطيور التي تستطيع الطيران وايضا الطيور التي ايه لا تستطيع ولا تقدر على الطيران اخر حاجة لازم نحافظ على البيئة بتاعتنا وما فيها من مخلقات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة